إن من العادات القديمة المترسخة عند العرب هي إكرام الضيف فإذا شاهدت حسن الضيافة يتبادل لذهنك إن المستضيف عربي فضرب لنا خدمة أهل البيت عليهم السلام لا سيما في قسم مضيف قمر العشير عليه السلام أروع الأمثلة في ذلك فيعملون على مدار السنة بتوفير الخدمات الغذائية للزائرين وتتضافر جهودهم في الزيارات المليونية لتقديم أفضل خدمات ما لديهم من ضيافة اعتاد المضيف العتبة العباسية بتوجيه من سماحة السيد المتولي الشرعي دام عزه وبإشراف مباشر من الحاج عادل يقوم مضيف العتبة العباسية بتوزيع الوجبات الثلاث الإفطار والغداء والعشاء ويكون التوزيع الأكل في شكل سفري مغلف وكذلك الملعق السفري والقلاس كل شيء توزيع يكون سفري بالمضيف ثلاث وجبات يتم توزيعها يوميا في مواقع مختلفة داخل مدينة كربلار القديمة ضمن خطة خدمية عدها القسم باتباع الإجراءات الوقائية قدر المستطاع في هذا الظرف الاستثنائي إلى جانب مراعاة التناوع في الوجبات حب الحسين بالفطرة هذه شغلة سبحان الله عجيبة غريبة التواصل والهمة والجهد بدون قصارى جهدهم بدون إحساس بالتعب برغم أنه عمل متواصل لساعات طويلة يعني 14 ساعة و15 ساعة وتواصل الأيام هاي اليومين ثلاثة الجايات إن شاء الله بعد ما يكون لا راح البيت ولا راح الاجسم يعني 24 ساعة في 24 ساعة العمل متواصل ويحسون المنتسبين أنا ما أقول المنتسبين لقدام يحسون نفسهم قصرين تجاه زاري أن مضيف المولاء بالفضل عباس عليه السلام ما يزال امتدادا لجوز صاحب المكان وكرمه مستمرا بتقديم خدماته لزائري كربلاء القاصدين إليها لحياء ذكرى زيارة الأربعين وفق آلية توزيع عن طريق تنظيم الطوابير وتقسيمها إلى طوابير خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء اشتركوا في القناة